موسيقى مشاهدينها الأكارم طابت أوقاتكم أهلا بكم إلى نشرة أخبار الظاهرة نقدمها لكم من قناتكم نوميديا تيفي أضحت ظاهرة سرقة السيارة في الجزائر والتزوير وثائقها أو إعادة دبغ أرقامها التسلسلية ظاهرة جد مقلقة أرقام تعرف تزايدا من سنة إلى أخرى فتحولت الظاهرة إلى ملف ضمن الملفات التي لها أولوية في معالجتها والحد منها بالنظر إلى خطورتها على الاقتصاد الوطني لنتابع هذا التقرير بعد ظاهرة اختطاف الأطفال يأتي ملف سرقة السيارات وجميع أنواع المركبة دون استثناء وحتى الجرارات لم تنجو هي الأخرى من هذه الظاهرة ومن أيدي محترفي السرقة وتزوير الأرقام التسلسلية المطاية الرسمية تذهب إلى تحديد ما يقارب ثماني مركبات تتم سرقتها يوميا عبر مجموع التراب الوطني بالإضافة إلى تزوير الوثائق وإعادة دبغ أرقامها التسلسلية الحكومة وفي خطوة قد تساعد ليس على الحد من الظاهرة إنما القضاء عليها نهائيا تسعى لأن تكون 2016 سنة رقمية بالنسبة لرخصة السياقة الإلكترونية إلى جانب البطاقة الرمادية وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي كشف أيضا عن مشروع نمط ترقيم السيارات بواسطة رقم تسلسلي وطني يتم من خلاله إلغاء الترقيم الخاص بالولايات الترقيم الخاص لن يكون موضوعا في لوحة ترقيم السيارات من أجل تأمين والحد من ظاهرة تزوير في الأرقام التسلسلية في موضوع آخر 260 مليار دولار أمريكي هي قيمة الاستثمارات الجزائرية التي حملها وزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب لإنقاذ مدينة ديترويت الأمريكية المفلسة هذا الخبر الذي فجر مواقع التواصل الاجتماعي لنتابح تقرير أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ففي وقت يكبر رهان على تنمية الإنتاج المحلي وتركض الحكومة على قدم وساق لتحسين الوضعية الاقتصادية بعد الأزمة التي خلفت أسعار انهيار النفطة مساعي حتيثة رمية إلى التشجيع لاستثمار المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد من طرف الوزير الأول عبدالمالك سلال ووزراء حكومته لكن خطوة وزير الصناعة عبدالسلام بوشوارب وخرجته غير المتوقع لإنقاذ المدينة الأمريكية ديتوريتا الصناعية تعتبر كمعول هدمل لكل ما بني أمام واقع فرضه تدني سعر البترول الترويج لمشاريع استثمارية جزائرية في مدينة ديتوريتا الأمريكية المفلسة وشبه الخليط من السكان بأكثر من 260 مليار دولار يتنافى وكل المطالب التي لطالما دعت إليها الحكومة الجزائرية كل التعليقات على الموضوع دعت عبدالسلام بوشوارب إلى مراجعة نفسه ومثل التوجه بمبالغ ضخمة إلى الخارج خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد فهل تتوجه الزيادة التي أقرها قانون المالي 2016 إلى الخزينة العمومية الأمريكية بدل الجزائرية بطرق غير مباشرة؟ معالي الوزيرة فيما يتعلق بالرعاية الأفارقة بالجزائر تم يوم أمس الجمعة ترحيل فوج يتشكل من 225 من الرعاية النيجيريين كانوا قد دخلوا التراب الوطني بطريقة غير شرعية من ورغلا باتجاه مركز الاستقبال بمدينة تامنراس على أن يتم تحويلهم في وقت لاحق نحو بلدهم الأصلي للإشارة فقد قدمت حكومة النيجير طلبا لإعادة رعاياها الذين دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية وهو الطلب الذي قبلته سلطات الجزائرية حيث جرى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات في هذا الشأن إلى ولاية البيض حيث انتشل أعوان الحماية المدنية جثة الطفل على الدين شبيشب يتيم الأب والبالغ من العمر سنتين بعد أن غرق في مياه البركة المتواجدة بحيس حيمي الذي شهد خلال السنتين الماضيتين حادثة غرق طفلين آخرين نتيجة تراكم المياه بهذا الوادي الذي أصبح مصدر تهديد للأطفال تفاصيل أوفا في تقرير زميل يوسف خذير رغم الاحتجاجات التي شنها ساكنت حيس حيمي بالبيض على خلفية غرق طفلين في السنوات الماضية إلا أن القدر شاء أن يبتلع نفس الوادي البراء شبيشب علاء الدين ذو السنتين نتيجة عدم وجود حواجز تمنع الأطفال من الاقتراب منه الشيء الذي طالب به سكان الحي برارا وتكرارا أمام صمت الجهات المعنية رأنا هذا الثالث من الصبيان اللي هم يروحوا في هذه الواد لكم تشوفوا فيه ولكن ما كان حتى حاجة لتنسل الاحتجاجات دلناها على باهي يخدموه يدروا حاجة ولا يدروا لكسموه هذا الواد مكانش باهي يدروا الزيقو مكانش الضوء مكانش الماء مكانش حتى حاجة مكان ما تسلعني هذه الواد راكلاننا ثلاثة طفال الثلاثة في الزوز كلها مليناه والسلطات مع لا بالها شبينا توصلنا وتمشي وتقولنا من بعد نسلحوكم الثانية منا هاك حنا منا نشرق دين دون طريق نقل كتعولها والديها واللي جاء قدامنا ما نخلوش اللي جاء قدامنا نحن الله بشرع عرانا قادين نفنوا رواحنا ذا حي صحيمي يفن رواح خلق قالوا لنا راكم مكتسسوش قرام وماكم سزائريين واللي قالها راهنا راهنا الجزائي اللي قالها ولكن خص يدروا على رواحهم يصلحونا أمورنا نديروا 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 حاجة اللي تبقى في خواترهم خلق لاجح السلطات راه قابضة السلطات تاحا وحنا قايتفرجوا في نقاب التليفزيون نحن نوكلوا ربي على هذا الصبيع اللي ماتوا نوكلوا ربي على هذو اللي يحكموا وكلوا عليهم ربي ما نألاف ما نحلفش واحد اللي جانا وقف معنا صمودي الوالي الأول وما الأخرين وتقول يعرفونا ما يعرفوني أشقاء ما يعرفونا راهنا هنا ولا ما نجينا يكذب عليك في البيلو يكذب عليك راني جاي وراني نديلك بصح مديروا نعتعي راه يردم فينا الوسخ والمق هذو المسؤولين هم اللي راهم متحملين المسؤولية تساعد البيد هامي تسدنبوهم ولا هم تسدنبوهم في القتل يعني لاش على خاطر شيء تصرفوهم لواد جالية لواد كان لنا شيء هاك تصرفوه جالية للتذكير فتحت مصالح الضرك الوطن تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث بعين المكان أما سكان الحي وأمام ما حدث لأحد فلذات الكبد أكدوا أنهم سيستمرون في نداءات الاستغاثة للمسؤولين عساها تنقذ أطفالهم من الغرق مجددا إنا لله وإنا إليه يراجعون الآن مشاهدين الأكارم نصل إلى جديد الأخبار الرياضية في هذه الجولة مع زميل يونس وعلي أهلا بك يونس أهلا بك زميلتي أهلا بالسادة المشاهدين إذن أخبار الرياضة بعد الفاصل نستهل نشرة أيضا بأخبار الخضر حيث يسعى المنتخب الأولمبي الجزائي لتحقيق الفوز على نيجيريا مسار يوم وتحديدا على الساعة الثامن عشر بالتوقيتي المحلي وهذا برسم الجولة الثالثة من كأس فرقه للأمم عفوا لأقل من 23 عاما الجارية بدكار وهذا لضمن تأهله للدور النصف النهائي وتجنب الدخول في الحسابات التي قد تخلط جميع ورقه ففي المجموعة الثانية تتقاسم الجزائر المركز الأول مع منتخب نيجيريا برصد أربع نقاط لكل منهما ليلهما منتخب مصر بمجموعة نقطتين وفي حال التعادل الخضر وفوز مصر على مالي ستنهي عفوا لمنتخبات الثلاثة الدور الأول في المركز الأول لتضطر للوجوء إلى الحسابات لإفتكاك البطاقتين المؤهلتين وهذا هو الأمر الذي يرغب المنتخب الوطني تجنبه مما يجعل الفوز على منتخب النسور أكثر من ضرورة والإشعار فقد فقد تأهل منتخب سينيغال وجنوب إفريقيا مساء أمس إلى النصف النهائي وهذا ضمن المجموعة الأولى وفي أخبار فرق رابط الأولى فقد توصلت كل من دار جمعية وهران المدرب نبيل مجاهد إلى التفاق بشأن التحاق هذا الأخير للإشراف على فريق المدينة الجديدة الذي أصبح يتخبط في النتائج السلبية والتي يبقت في المركز ما قبل الأخير برصيد عشر نقاط نبيل مجاهد صاحب ثمانية وثلاثين سنة يعد ثاني مدرب الجمعية في هذا الموسم خلفا لكمال موسى المقال وكما سبق له تدريب الفريق الوهران سابقا موسم 2012 وتدريب عدد في رقب زهانس الحسين داي وشباب قسنطنة تمكن ممثل الجزائر في البطولة العربية للأندي البطل 2015 لكرة اليد الجرية بمدينة سوسا التونسية من تحقيق فوزه الثاني ضمن مباراة المجموعة الأولى وذلك بالتغلبه على الندي الأهل السعودي بنتجة عشرين مقابل 19 نقطة الفوز الثاني لشباب براقي في هذه المنافسة حققه بعد الانتصار المسجل في اليوم الأول أمام نظره الفلسطيني ليتأهل بذلك شباب الراقي إلى المربع يذهبي قبل لعب مباراة ثالثة والأخيرة في دور المجموعات يوم الأحاضي القادم ضد نادي مكارم المهدية التونسي من أجل احتلال المركز الأول للمجموعة عرف المصارع الجزائري هود زرداني في وزن أقل من 66 كيلوغرام مقصاء مبكرا في الجائزة الكوبرا بيو توكيو بعد انهزامه مساء جمع في الدور الأول أمام الكزاخستاني ساماكلوب زانساي ففي أول ظهور له في هذه المنافسة وجه زرداني منافسة من العيار الثقيل والذي توجه بالجائزة الكوبرا 2015 لمدينة بوداباست حيث انهزم بنتجة 2 يوكو و3 اندارات أما باقي المصارعين الجزائريين فسيدخلون حيز المنافسة مساء اليوم والبداية بعدرحمن بن عمادي في وزن أقل من 90 كيلوغرام الذي سيويجه الياباني يوشيدا يويا بينما سينزل محمد أمين الطيب في وزن ما فوق 100 كيلوغرام الكوري الجنوبي كيمسونغ أما لياس بن يعقوب في وزن أقل من 100 كيلوغرام وأحسن جزائري في ترتيب المؤهل الإلعاب الأولمبية 2016 فسيتقابل مع التونسي أهنيس بن خالد في حين ستتنافس الجزائرية كوثر أعلال في وزن أقل من 78 كيلوغرام مع الإسبانية ميرينيا مارتا فيما تواجه سونيا عسلة في وزن ما فوق 78 كيلوغرام اليابانية سارة أساهينا أقصيت لعبة التونسي الجزائرية إيناس إيب وزميلتها المولدفية أنستازيا ديمتشوف في الدور الربع نهائي لجدول الزوجي في الدورة الدولية إيديهار التي تنتهي مساء الغد بمدينة فلوريدا الأمريكية من طرف الزوج الروماني جيورجيا وأندريا واناف غافاريلا بنتي الشوطين لشوط واحد يأتي هذا بعد أن أقصيت بطلة إفريقيا لأقل من 18 سنة من الجدولي الفردي بعد انهزمها بشوطين دونارد 6-3 و 6-4 من طرف الروماني أوانا غافاريلا ورغم هذا الإقصاط ستواصل إيب وقامتها بفلوريدا حيث ستشارك في دورة أورينج بول الدولية من 7 إلى 13 ديسمبر بعيدا عن كرة المضرب وبكرة السلة وتحديدا في الدور الأمريكي للمحترفين اخترنا لكم باقة لأجمل لقاطة التي ميزت الأسبوع الماضية من الدوري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لك يونس مشاهدين أخبارنا لا تزال متواصلة الآن ننتقل إلى أخبارنا الدولية يعقد مجلس الأمن الدولي في 17 من شهر ديسمبر الجاري جلسة جديدة حول سبل التجفي في منابع تمويل تنظيم داعش الإرهابي حسب ما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس الجمعة أوراق ونشاط رياضية قد تمت أعود إليكم القسم رياضي مساء اليوم مع الزميل عبد السلام سعاد الله وأترك الكلمة لزميل ناجي شكرا لك يونس على كل هذه التوضيحات مشاهدين أخبارنا لا تزال متواصلة الآن نصل إلى الأخبار الدولية حيث يعقد مجلس الأمن الدولي في 17 من شهر ديسمبر الجاري جلسة جديدة حول سبل تجفي في منابع تمويل تنظيم الإرهابي داعش حسب ما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس الجمعة وزارة الخزانة الأمريكية قالت إن هذا الاجتماع سيتيح لأعضاء المجلس الخمسة عشر التبحث في السبل الإضافية اللازمة لقطع مصادر تمويل تنظيم الدولة الإسلامية وتعزيز قدرة الدولي على مكافحة تمويل الإرهاب وسيتبنى مجلس الأمن الدولي رسميا خلال الجلسة نفسها قرارا يركز بشكل مباشر على العقوبات على تنظيم داعش بحسب الإدارة الأمريكية وزير الخزانة الأمريكية جاكوبلو قال إن عزم تنظيم الدولة عن المنظومة المالية العالمية وتقويض تمويله أمران أساسيا لقطع التمويل عن هذا التنظيم الإرهابي العنيف في موضوع الإرهاب دائما أعلن ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغربي الإسلامي انضمام تنظيم داعش أو مختار بالمختار المكنب اللعور إليه بعد انشقاق بينهما دام ثلاث سنوات المزيد في تقرير زميل يوسف ديبابي وأمر بها قادة المجاهدين فإننا نعلن عن انضمامنا لإخواننا وأحبابنا في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي للوقوف صفا واحدا ضد العدو الصليبي المحتل هكذا أعلن تنظيم المرابطون الإرهابي الذي يتزعمه مختار بالمختار على لسان ناطق باسمه في تسجيل صوتي انضمامه رسميا إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يتزعمه الإرهابي عبد المالك دروتكال المكن أبو مصعب عبد الودود بعد ثلاث سنوات من انشقاق المرابطين عنه اليوم نبشر أمتنا الغالية المتلهفة لأخبار الثغور وأبنائها البررع في جبهات النزال بانضمام أسود الإسلام وأبطال النزال في كتيبة المرابطين أحفاد يوسف بن تشفين إلى تنظيم قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي وبهذا البيان الصوتي للإرهابي عبد المالك دروتكال زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قابل طلب انضمام تنظيم المرابطون إليها وقد تبنى دروتكال بالاشتراك مع تنظيم المرابطون الهجوم المسلح الذي استهدف فندق الراديسون بلو في العاصمة المالية باماكو الذي راح ضحيته حوالي عشرين شخصا بينهم أجانب نافيا بذلك التقارير الإعلامية الأوروبية التي أرجعت العملية المسلحة إلى تنظيم مصيناء الإرهابي وحدة سطروها بمداد الدم وعرق المعاناة وكتبوا حروفها الأولى بدم شهيدين بإذن الله في مكان غير عادي اسمه هذه المرة فندق الراديسون بقلب عاصمة العدو باماكو بطريقة لا يحسنها إلا من ارتقى إلى ذروة سنام الإسلام يراحض من التسجيلين الصوتيين أن التنظيمين الإرهابيين يتوعدان بالقصاص ممن أسموهم الصليبيين وفي مقدمتهم فرنسا ما يعني أن التهديدات الإرهابية على الدول الغربية وأولهم فرنسا يزيد الضغط عليها ويوسع من رقعة المهاجمين من جهة أخرى يرى المراقبون أن هذا الانضمام بين التنظيمين الإرهابيين يأتي بعد تزايد الضغط عليهما وتكبدهما خسائر معتبرة وكذل زيادة التنسيق بينهما في عملياتهما الإرهابية في ليبيا قررت الحكومة في طرابلوس إغلاق الحدود البرية مع تونس بشكل تام هذه الخطوة تأتي كرد على القرار التونسي القاضي بمنع طائرات ليبيا من النزول في مطار قرطاج الدولي وكانت الحكومة التونسية قد أكدت في وقت سابق أنه سيتم تحويل كافة الرحلات القادمة من ليبيا نحو مطار قرطاج الدولي إلى مطار سفاقس وذلك لدواع أمنية أقرى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم ببروكسل إنشاء سجل لأسماء المسافرين في الرحلات الجوية داخل أوروبا وخارجها يأتي قرار الاتحاد الأوروبي في إطار ما سمه التدابير الأمنية جديدة لمواجهة التهديدات الإرهابية ويسمح المقترح الجديد بالاحتفاظ بمعطيات المسافرين لمدة ستة أشهر مع إمكانية استعمالها من قبل الشرطة الحكومة الفرنسية اعتبرت القرار خطوة ضرورية لمنع المخاطر الإرهابية وفي معرض تعليقه على القرار قال وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازانوف إن الإرهابيين يستخدمون رحلات الطيران الداخلية في أوروبا كما ناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بلجيكا مسألة استمرار تدفق اللاجئين إلى أوروبا في ظل مطالبة أثين بالحصول على مساعدات من صندوق الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أزمة المهاجرين والسيطرة على حدودها التقرير كان لزميلة كريمة بن عيسى يحيى أما الآن ينتقل بنا الزميل أمين برحلة في جولة إخبارية عبر العالم في هذه المتفرقات لنتابح في فلسطين المحتلس أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال في ثلاثة حوادثة منفصلة شهدتها مدينة الخليل ورملة وذلك بذريعة محاولة تنفيذهم وحاولة طعن في غضون ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة محاورة بالضفة الغربية وقطع غزة في مصر أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتيجة نهائية للانتخابات البرلمانية حيث فاز 173 مرشحا مستقلا و85 مرشحا ينتمون للأحزاب بمقاعد النظام الفردي هذا وشارت اللجنة إلى أن نسبة المشاركة بلغت نحو 29% وفي إيطاليا فد بيان لخفر السواحل انقذ نحو ألفين من المهاجرين غير شرعيين وذلك خلال إحدى عشرة عملية نفذها في مياه البحر الأبيض المتوسط العملية جاءت بعد تلقي سفن إيطالية نداءات استغطة عبر الهواتف التي تعمل بالأقبار الاصطناعية من ثمانية قوارب مطاطية وزوارق متهلكة وفي جنوب إفريقيا أعلن رئيس صني شين جينجبينغ عن تقديم مساعدة وقروض بقيمة 60 مليار دولار لخدمة جهود تنمية في القارة الإفريقية جاء هذا الإعلان خلال منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا الذي تستضيفه جنوب إفريقيا ونختم مختصرتنا من الولايات المتحدة الأمريكية أن أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن التحقيق في هجوم كاليفورنيا يجري بوصفه عملا إرهابيا تم التخطيط له حيث تم العطور على متفجرات وكمية من الأسلحة بمنسل منفذي الهجوم إلى ذلك اجتمع رئيس بارك أوباما بفريق الأمن القومي بعد تأكيد داعش أن أنصره نفذ الهجوم الذي راح ضحيته 14 شخصا نشرتنا تم التقبل تحياتي والفريق التقني العامل مع متابعة طيبة لبقية برامج قناة كومنو ميديا تيفي ترجمة نانسي قنقر